هذا ويتواصل توافد البعثات الأجنبية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط على مدينة وهران أين ستجري المنافسة وكان ممثل سلوفينيا اليونان وقبرص قد حل مساء الخميس بمطار وهران الدولي تحسبا لانطلاق العرس المتوسطي الذي تسعى الجزائر أن يكون ناجحا على جميع المستويات خاصة وأن كل الظروف تمت تهيئتها لإنجاح التظاهرة الرياضية البارزة التي تسجل عودتها إلى الجزائر بعد 47 عاما